السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم على بركة الله سنقدم لكم طبق جانبي طبق البطاطس مشرملة أو البطاطس بتتبيلة وهي تتبيلة وهي مميزة والطريقة كذلك طريقة مميزة وصحية كذلك كنتمنى ان هاد الفكرة تعجبكم وانكم تابعوا الفيديو حتى النهاية بالنسبة للمكونات ديال تحضير ديال هاد الوصفة غادي نحتاجوا على بركة الله ثلاثة ديال الحبات من البطاطس او على حسب يعني الكمية اللي بغيتو انا هنستعمل ثلاثة ديال الحبات من البطاطس مغسولة بطبيعة الحال مقشرة نقطعها قطع يعني مشي رقيقة او لا صغيرة قطع شوية تكون بهذا الشكل اللي كيبلكم يعني تكون شوية الحجم ديالها كبير اه كان مشي بنفس طريقة حتى كنكمل القطع كلها كان عود كان نغسل البطاطس مرة تانية وكان قطرها من الماء كان جيب واحد الكسرولة او لا واحد طنجرة كان نضع فيها الحبات ديال البطاطس اللي قطعت يعني القطع ديال البطاطس كان نضيف عليها ججد الحبات ديال التوم سوى مفروم او لا مقطع فقط بالسكين يعني مشي مشكل بعدها كنضيف الملح الملح كتبقى حسب الضوق كنضيف كذلك الفلفل الاسود ومن الاحسن دائما كنقول البنات اللي عندهم فلفل الاخر الابيض را كنضيف الفلفل الابيض يكون احسن لانه ما كيتغيرش اللون ديال البطاطس كنضيف كذلك ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة يعني قصبور كنضيفه كنضيف كاس من الماء الكاس تقريبا كي عادل واحد مية ميلي من الماء كي ما كتلاحظو را ما كيغطيش البطاطس كليا يعني فقط واحد شوية ديال الماء كنضيف كذلك هنا واحد ثلاثة ديال ملاعق ديال الزيت هنا ما عبرتهمش ولكن كنضيف يعني عيني ميزاني تقريبا غيكون ثلاثة ديال الملاعق ديال الزيت بعدها غدي نخلط هاد المكونات كلها مع بعض وغدي نضيف كذلك هناك ما كتلاحظو الكيمية ديال المارا ماشي كتير البنات فقط يعني كاس صغير ديال الماكي ما كتلكم مية ميلي ثلاثة ديال المعلقة ديال الزيت وغدي نضيف الزعتر هنا غدي ناخد كيمية قليلة من الزعتر ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الزعتر غدي نحكا فقط باليد غدي نزول هادوك العويدات التي سيكونوا فيها كان غدي نزولهم وغدي نضع الكل يعني الخليط كله على نار متوسطة ما كتكونش نار هادئة ما كتكونش نار عالية فقط نار متوسطة كنخلي طنجرة يعني كطيب يعني هاد البطاطا كطيب كما كتلاحظو كل مراره لما كينقص يعني تتبي لكلها كتشرب وحتى كيبقى فقط الزيت من بعد كنقلب البطاطس باش انها يعني كتاخد واحد اللون في هاديك الزيت وكتشرب كذلك هاديك الزيت كل هرا كتشرب ما كتبقاش بعد ما كتشرب هاد البطاطس هاديك الزيت كليين الباقية كنقدموها كطبق جانبي سوى مع الحوت او لا مع اللحم وهنا انا قدمتها مع طبق ديال اللحم محمر في الفرن كنتمنا ان هاد الفكرة تعجبكم وانكم تجربوها كتجي طبق يعني جانبي ممتاز وطبق سهل بسيط وكذلك مختلف على العادة شكرا لكم لبنات وشكرا على متابعتكم وان شاء الله هنطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله الرحمة الرحيم شكرا لكم